انا محتار حاليا بين دوايين دوا اكس ودوا واي دوايين عم تنافسوا عندي كلاهما بتدعي الشركة المصنعة ان هو بنقص الوفيات بعد الاحتشاء والريتيف ريزك تبعهم الار ار هي خمسين بالمئة صفر فاصل خمسة فحبيت ادخل بتفاصيل الدراسات مجموعات المرضى نفسها هي عبارة عن دراسات طبق الاسرع عن بعضها عم افترض ما في اي فرق بين المجموعات وان كان هذا الشي شوي نادر يصير طلعت على تفاصيل الدراسة الاولى دراسة الاولى عن الدوايكس عطوه لمدة خمس سنوات بجرعة كذا مقارنة بمجموعة الشاهد ما اخدوا دوا ميت مريد من هون ميت مريد من هون مجموعة الدوا كانت الوفيات عندهم عشرة بنهاية الخمس سنوات ومجموعة الشاهد كانت الوفيات عندهم عشرين من مية بنهاية الخمس سنوات فصفر فاصلة واحد تأسيم صفر فاصلة اثنين او عشرة بالمية تأسيم عشرين بالمية فبيطلع صفر فاصلة خمسة اللي هو أقل من واحد وبالتالي فعلا الدواء يترافق بتقليل الوفيات نفس الكلام عن الدواء بس لما دخلنا على تفاصيل الدراسة بنهاية السنة الأولى عم نحكي عن دراسة X بنهاية السنة الأولى كان فيه مريضين بس ماتوا بمجموعة الانترفنشن بالمقابل بمجموعة الكنترول كان فيه مريض واحد مات بالسنة الثانية كمان بمجموعة الانترفنشن بمجموعة الدواء X كمان مريضين توفوا بالسنة الثانية بمجموعة الشاهد مريض واحد يتوفى بالسنة الثالثة مريضين توفوا كمان بمجموعة الـ X هي مجموعة الانترفنشن مريضين توفوا بمجموعة الشاهد اللي هي مجموعة الشاهد فالحد هلأ هلأ تعادلت الوفيات كانت بالبداية مجموعة الـ X وفياتها أعلى هلأ بالسنة الثالثة الوفيات تعادلوا بالسنة الرابعة ردة توفى اثنين بمجموعة الـ X مجموعة الـ Intervention بالمقابل مجموعة الـ Y هلأ توفوا فيه هون 8 مرضى بالسنة الخامسة نفس الشيء توفوا اثنين بمجموعة الـ Intervention مجموعة الـ X كمان بالمقابل توفى ثمانة بمجموعة الشاهد الـ Control فاول سنتين اذا تنتبهوا كانت الـ W際ات الـ X أعلى من المجموعة الـ Intervention كانت أعلى من مجموعة الـ Intervention لان اوت 2 منهم بالمقابل غير اواحد في السنة الخامسة اتعادلت الـ W際ات الى الاقل من مجموعة الـ Intervention فالـ X كانت أقل من مجموعة الشاهد عندما أحسب ريليتيف ريسك على مدى خمس سنوات يظهر معي أن مجموعة الانتربينشن أعلى الأوتكم أفضل من مجموعة الشاهد وبالتالي فعلاً تقلل وفيات الدواء لكن لاحظوا أنه بأول سنتين كانت وفيات الدواء أعلى وبآخر سنتين كانت وفيات الدواء أقل وبالتالي ما كان فيه اضطراض بالنتائج النتائج ما كانت متوازية بكل السنوات بينما لو رحنا على مجموعة الدواء واي اللي هي المجموعة الثانية اللي هي الدراسة الثانية بكل سنة من السنوات السنة الأولى كانت الوفيات اثنين بمجموعة الدواء واي وكانت الوفيات أربعة بمجموعة الكنترول بالسنة الثانية نفس الكلام اثنين بمجموعة الدواء واي وأربعة بمجموعة الكنترول بالسنة الثالثة اثنين بمجموعة الدواء واي أربعة بمجموعة الكنترول وفي السنة الخامسة نفس الكلام الاثنين بأربعة وبالتالي يصبح توتال عشرة من هون وعشرين من هون وبالتالي فعلا الريلاتيف ريسك كانت هي 0.5 لاحظوا انه الدوايين X و Y كلاهما حقق نفس الريلاتيف ريسك هي 0.5 بس لو انت الطبيب المعالج مين هتختار هتختار الدواق Y أو هتختار الدواق X انا لو انا المريض مو لو انا الطبيب وانت شرحت لي شو اللي صار بالدراسات هتختار الدواق Y لان الدواق Y دائما عم ينقس الوفيات كل سنة من السنوات باضطراد بينما الدواق X كانت نتائجه مخيبة بأول سنتين فانا لو انا المريض شو يعرفني انه حمود بأول سنتين سيكون مجموعة اللي يزيد الوفيات عندهم وبالتالي هيخوفني هذا الدواق حقيقة انا كطبيب سريري انا ببعرف هذا الكلام احصائيا صحيح او لا الدواق Y يتفوق على الدواق X لو ايجاني هتول الدواقية نعياتي هتختار الدواق Y حقيقة النمر ضايق جماعة الاحصاء يحبوا يعبروا عن هذا الكلام بكلمة كل هالحكي اللي حكيناه يتعبر عنه بكلمة وحدة بدل ما نقول نحن الوحدة عند كل الوحدة زمنية انا بحسب الهزارد ريشيو الهزارد ريشيو بمجموعة الدواق الثاني مجموعة الدواق Y كانت 0.5 ماذا يعني هذا؟ يعني time to event يعني هذا انه بكل وحدة زمنية كانت نسبة الوفيات بمجموعة الانترفنشن اقل من نسبة الوفيات بمجموعة الشاهد بصفر فاصل خمسة بمية صفر فاصل خمسة بمية اقل للنصف هذا معنى الهزارد ريشيو صفر فاصل خمسة بينما لو بدي احسب الهزارد ريشيو للمجموعة الدواق X بس لن تطلع معي صفر فاصل خمسة اصلا ما حيمشي حال احسبه لكل الدراسة ستكون لأول سنتين الهزارد أعلى ولأخر خمسة سنتين ستكون الهزارد أقل وبالتالي لما منرسهم الكابل الماير اللي هو مخطط السيرفايفل هتلاقوا بالنسبة لمجموعة الثانية الدوايين هيكونوا منفصيلين عن بعضهم تماما المخططين هيكونوا مثل اصابيع تنتين بشكل مستمر دائما الوفيات اعلى بمجموعة الشاهد ووفيات اقل بمجموعة الكنترول بينما لو حكينا عن مجموعة الثاني الدواء الثاني اللي هو دواء X اللي كان فيه مثل ما ان الوفيات اعلى بأول سنتين هيكونوا المخطط متقاطع وبالتالي بأول سنتين ستكون الوفيات اعلى بمجموعة الدواء واخر سنتين ستكون الوفيات اقل بمجموعة الدواء هذا هو الهزارد ريش وحسب ما افهمه اتمنى انه يكون يبسطه قدر الامكان الهزارد ريش وممكن اذا بدك تنسى كل اللي حكيته هو يعادل مع كل التفاصيل اللي حكيتها معادلته مو بها السهولة لانه فيه عامل الزمن وبالتالي فيه تفاضل وتكامل نتركه لجمعات لحصائي يحسبونا اياه له ثلاث قيم اما اقل من واحد وبالتالي الخطورة بتكون اقل بمجموعة الانتربينشن او انه واحد وبالتالي ما فيه اي تداخل ما فيه اي علاقة بين الاوتكم وبين الاكسبوجر او انه اللي هو الانتربينشن او انه اكتر من واحد وبالتالي الانتربينشن او الاكسبوجر بيزيد من نسبة حدوث الاوتكم هذا هو باختصار الهزر دريشو اتمنى ان يكون بسطوا قدر الامكان اتمنى يكون زملائنا من الاحصائي راجعوا كلامي اذا كان كلامي فيه اي نقص او خطأ ترام عليكم